قل هل منبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الجنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صمعا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الإخوة المتابعون أينما كنتم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقيكم إن شاء الله تبارك وتعالى في أول هذه الأجزاء التي خصصناها لكشف ضلالات الطريقة المكاشفية وكما يعرف الكثيرين أن هذه الطريقة هي من الطرق الصوفية والطرق الصوفية لها شبهات انخدع بها العوام من الناس في كثير جدا من عوام الناس وجهلاء الناس والحقيقة هؤلاء هم أتباع الصوفية وأتباع الطرق الصوفية معظمهم من جهلاء الناس حتى الزهاد والناس القاعدين يدعلقوا بالقرآن ويعلموا الناس القرآن هم في الحقيقة من جهلاء الناس ومن المنخدعين بهذه الشعارات وبهذه الأسماء ويعني الشبهات التي يطلقها الصوفية في كون أن هذه الكلمة مشتقة من الصفاء والصفاء والصف الأول أو من الصفوة هذه الاشتقاغات لا علاقة لها باللغة أصلا من ناحية اللغة هي اشتقاغات باطلة وإنما هذه الكلمة مشتقة من الصف والتصوف عموما لا علاقة له بالزهد لأن في بعض الناس يلبس على العوام إن لبس الصوف هو من الزهد في الدنيا الصوفية ما عندهم علاقة بالزهد ولا علاقة لهم بالتواضع فلم يتواضعوا لله تبارك وتعالى دعك من أن يتواضعوا لخلق الله صوفيه طريقهم إذلال الناس أستاذك يا فقير كون عنده حقير يعني كون عنده ذليل حقير هم أذلوا الناس واستعبدوا الناس ولا علاقة لهم بالزهد يعني ما من الزهد زول عاقل وزول بفكر إنك تتجيب تجيب ستين يعني قماش لون أخضر وتجيب تاني عشر لفات بتاعت قماش لون أحمر عشان يخيطوا لك مرقع تقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه يخي زول عاقل يرقى حية جديدة يا نس دك الأمشنودة فهذه الطرق لا علاقة لها بالزهد لا من بعيد ولا من قريب وكل هذا الدعاء وكل ذلك من الشبهات التي يروج لها الصوفية ولا علاقة لهم بالتواضع إنما استعبدوا الناس وأذلوا الناس وهذه الطريقة يعني من فروع الطريقة القادرية نسبة لعبدالقادر الجيلاني ويعني اسم هذه الطريقة هي الطريقة القادرية المكاشفية نسبة لشيخها وهو الشيخ عبدالباقي عمر أحمد المكاشفي والطرق الصوفية عموما لا علاقة لها بكتاب الله تبارك وتعالى ولا علاقة لها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل منهجها منهج خريب في باب العقيدة وفي باب العبادات وفي غيره من الأبواب ما عندها علاقة بالدين الطريقة دي بسموها الطريقة القادرية المكاشفية وأي زولتان ناس ممكن يجي يقول دا يجد في طريقة المكاشفة ويجيب حاجة يديدة يقول الطريقة القادرية المكاشفية الأحمدية يجيزوا الاسم أحمد فكل هيدعات ومسميات طيب اسم شيخ هذه الطريقة عبد الباقي عمر أحمد المكاشفي وهذا الاسم فيه مخالف واضح في بعض الناس بيقولوا لكن الشيخ دا جده اسم المكاشفي لكن هذا الاسم فيه زعم من أتباع الشيخ بأن هذا الشيخ يعلم الغيب ويكشف المغيبات ودي مصيبة كبيرة جدا وفي دليل على الكلام دا إنهم ما بيسموه المكاشفي بس بل عندهم اسم تاني بيسموه الكشيف وكذلك عندهم عدد من يعني المسميات وعندهم عدد من الأسماء يطلقونها على هذا الشيخ وده جماعة من الخطورة بمكان إنك تتزع منه غير ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب فدي مصيبة لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون الآية دي كافية جدا تنسف أي زول بالدعي إنه في غير ربنا سبحانه وتعالى من يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة لا يعلمون الغيب ومن في الأرض من الجن ومن الإنس فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون قلنا من في السماوات من الملائكة لا يعلمون الغيب ومن في الأرض من الجن لا يعلمون الغيب ومن ال�إنس لا يعلمون الغيب والأدلة كثيرة جدا لكن الصوفية لما استحوا أن يزعموا أن أولياءهم كالمكاشفي هذا يعلمون الغيب نسبوا الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما ممكن الصوفي على قل كده بيقول لي يا إخي إذا الشيخيده بيعلم الغيب فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب شأن كده تجد أصحاب هذه الطريقة بالذات وعدد من أصحاب الطرق الصوفية يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وفي كثير جدا من المدايح بيصلوا لكلامنا بل عندنا في قرية أبي آمنة وهذه من القرى التي وفد لها الشيخ في طريق هجرته مولد الشيخ في غرية الشمبل تغريبا من غرى سنار ومر في طريق هجرته بقرية أبي آمنة لأننا لحد الليلة لدينا مشايخ لهذه الطريقة في قرية أبي آمنة وهذه الطريقة من أضل الطرق الصوفية بالمناسبة فيعني هذا الشيخ نشر الكثير جدا من الأباطيل والكثير جدا من الضلالات في هذه القصائد عشان كده ينسب إليه كشف المغيبات ويسمى بالكشيف وكذلك له أسماء أخرى من هذه الأسماء يسمونه بمهال وده بروجله وأتباع هذا الشيخ في قصائدهم يامنادي ليه مهال دي قصائد قاعدة تتردد كثير جدا في قريتنا بالذات وفي كثير جدا من القرى البتتبع إلى طريقة المكاشفية يامنادي ليه مهال مكاشف الغوم غايد الهمال دي دعوة صريحة إلى دعاء غير الله تبارك وتعالى لكن يا جماعة الشيء المؤسف والشيء البزعني بالجد يعني الكثير جدا من المستنيرين ومن طلاب الجامعات في قرية أبي آمنة في أبو آمنة أو في غير من القرى ساكتين دي مصيبة والمصيبة الأكبر ربما ده سبب أنه في كثير جدا من طلبة الجامعات ومن الخريجين في أبو آمنة وفي غير من الغرى هم تابعوا الحزبيات وتابعوا أفكار الحركات التي تنطلق باسم الإسلام التصوف كل طرق التصوف تدعي أنها من الإسلام عندنا الحركة الإسلامية شاكتين بتلقى الناس المتابعين الترابي والناس المتبنيين أفكار الحركات الإسلامية بيسكتوا كثير جدا عن أباطيل الطرق الصوفية وأنا من هنا أناشد المستنيرين والمتعلمين والخريجين أن الناس تنتبه لأهلاء وأن الناس تتواصل بالخير وأن الناس تتعاون على البر والتقوى وتساعد الناس في الخروج من هذه المآزق ومن هذه الضلالات أيضا الشيخ ده يما يطلق عليه النادل يطلق على هذا الشيخ النادر وكذلك يطلق عليه الغوث ويطلق عليه الفريد والأحاق بعيد ويطلق عليه الكشيف والناس زيل نشروا كثير جدا من القصائد هذه القصائد التي نشرها المادحون من أتباع هذا الشيخ يغلون فيها في هذا الشيخ ما أدى إلى ضلال الكثيرين من أتباع ومريدي هذا الشيخ كثير جدا من القصائد والمدايح عشان كده جماعة الليلة بتلقى أصحاب الطرق الصوفية بيقتنعوا بالقرآن وما بيقتنعوا بالحديث لكن كلام الكلام بالعقول ساي كده الكلام عقول العقول يا أخي غير ربنا سبحانه وتعالى ما زال بيعلم الغب وغير ربنا سبحانه وتعالى ما بيتصرف في الكون وما في غير ربنا سبحانه وتعالى أوجد شيء في الكون عشان يتصرف في الكون وهذا الشيخ الذي يسمى بالمكاشف يتولد وعاش ومات فكيف يكون بيعلم الغب كيف يكون بيتصرف في الكون نشرها هؤلاء الناس ونقف عند بعض الضلالات التي نشرت في قصائد المكاشفية ويغلون في هذا الشيخ من خلال هذه القصائد وربما من أخبث هذه القصائد القصيدة التي يعني يقولون فيها هلل هل مكاشف القوم يطوف مقلة نظر بالعين الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر عن الغلوب ويقول إنما أهلك من كان قبلكم الغلوب والناس بتعرف الغنف الأزعار قل لك والله الأزعار غلت زادت ياخد دين زاد أصحاب الطرق الصوفية زادوا الدين وهذه الطريقة المكاشفية هي من الطرق الصوفية التي زادت في دين الله تبارك وتعالى فهذه القصيدة خبثها يعني الخبثة في القصيدة دي إنها شقلبة لأسماء الله تبارك وتعالى هل الزول بالعقول لو ركز في الحتة دي هل هل هي شقلبة لكلمة الله وفي نفس القصيدة الشاهد بتلقى في نفس القصيدة المالح بيقول ليك شقلبة سامي الله طريق جيلان كيلان بوججلة شقلبة سامي الله دي معنات شنو شقلب يعني أعكس شقلبة لأسماء الله تبارك وتعالى يعكسون أسماء الله جل وعلا هذه الأسماء الحسنة وتعالى الله تبارك وتعالى عما يلحدون في أسمائه ربنا حذر قال وذروا الذين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء والحسنة فادعوه بها فدي مصيبة وعقعين فيها الناس دي أسي عليك الله في كفر أكبر من دا القصيدة دي بلها ما كفاية توضح لك ضلال أتباع هذا الشيخ بعد شوية حاجيك لضلالات الشيخ لأن يمع فيه كثير جدا من الناس مخدعين بالشيخ دا بيقول لك ومن المستنيرين وأنا دا المزعلين جدا بيقول لك الشيخ دا يا أخي ما قال عمله في نقبة وما قال أدعوني أنا بوريك السي شيخ قال شنو لكن دا أوريك القول بتعمري دينه الشيخ دا في الشيكانيب الليلة عنده خلفة وعنده أتباع كل ما مات واحد وكل النازي حتموت وربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة حيثالهم وحيثالنا نحن إذا سكتنا عن الحق لا بد نبين للناس الحق ولا بد نذكر نذكر أنه الناس دي حتموت زي ما الشيخ مات وزي ما خليفة الشيخ مات عنده خلفة بتمشي تلقى في الشيكانيب أربعة وخمسة قباب وربما تكون زادت خليفة الشيخ الطيب خليفة الشيخ الجيلي خليفة الشيخ مين خليفة الشيخ مين طيب الناس الجو بعديه ديل والخليفة أو الشيخ لما ما تعمل فيه قبة وخليفته لما ما تعمل فيه قبة الخلف دا ما عارف حيعمل فيه قبة لما نموت لا طيب إذا ما قدر يكسر القباب دي ليه ما أنا هالناس إنه ما يعمل فيه قبة دا جماعة كله من اللعب باسم الدين ومن الاستخفاف بعقول الناس القصيدة دي فيها مصائب كثيرة جدا يعني نقيف عن هنا ونشوف قصائد تانية شقل بسامي الله طريق جيلان جيلان نسبة لعبدالقادر الجيلان طريق باسم الدين وهذه افتراءات لا علاقة لها بالدين وكذلك من قصائدهم فوق الصولة عبدالباقي قائد الدولة كشيفنا هنا برضو مسمينه اشنو الكشيف وايضا نسبة للكشف ربما كشف الضر اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الهما الله هل في اله مع ربنا سبحانه وتعالى بيعمل الكلام ده ولا من كشف الغيب لا يكشف الغيب ولا يكشف الضر ولا يكشف السوء انما كل هذا من الافتراء لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ده بيعمل ربنا سبحانه وتعالى وكذلك من قصائد هذه الطريقة كما ذكرنا يا منادي لي مهال دعوة الى نداء غير الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وللأسف كثير جدا من الناس يقول يا اخي الشيخ قال ما تنادونا او الشيخ ما قال نادوني الشيخ ذاته بينادي غير ربنا سبحانه وتعالى فكيف يقول ما تنادوني عنده قصائد نشرة وفيه كثير جدا من الناس بيعتبروا انه ده من التوحيد وانه ده من الدين وانه الشيخ كان يقول لكم في التوحيد بحرا هادر مكاشف الغوم ما حدوا علاقة بالتوحيد لانه كان بينادي غير ربنا سبحانه وتعالى يا احمد ويا محمد الفل في خطاه ادعمد عليك الله شوف الكفر بالله سبحانه وتعالى كيف دي القصيدة كاتب المكاشف بينادي في الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز لا يجوز دعاء غير الله تبارك وتعالى سواء كان دعاء المرسلين ولا يجوز دعاء الصالحين ولا يجوز دعاء الطالحين كل ما يجوز وكله شرك وكفر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله وبنادي في من هم دون النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكاشف ليكم نادة يا السادات وكل السادة راجي منكم الإمدادة وفي الأنوار تزيد زيادة والله للأسف الشديد عندنا في أبوامنا وفي كثير جدا من البلاد السودانية قصائد المكاشي تقدم على القرآن ناس ما عارف القرآن أخذت دين من القصيد واخذت دين من المنامات بل عندنا شواهد أنه في بعض المساجد توقف حلقات تعليم التجويد وحلقات القرآن للقصائد أوراد الناس قاعدين يقولوا في قصائد معينة قاعدين يقولوها وهذه من أوراد هذه الطريقة زي متحك جل جلاله ومولانا يا مولانا وتنزه ربي عن صور وخواطر قلب في الأذهان كلها كفر بالله تبارك وتعالى لأنه جماعة ما ممكن الشيخ يجي بدلك كلام وده بجيك له إن شاء الله في عجالة في الضلالات النشر الشيخ في قصيده يجي بدلك بالتوحيد يقول لك جل جلاله لا له شريك ولا له مثال الله طيب جوه ينادي غير ربنا سبحانه وتعالى طيب إذا ما في شريك لربنا سبحانه وتعالى تنادي غير ربنا سبحانه وتعالى وإذا إنت بتمش تطوف ببيت الله وتنادي يعني وتلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمدة والنعمة لك والملك لا شريك لك وتطوف ببيت ربنا سبحانه وتعالى وتطوف بالقباب طيب ما شاركت في الطواف بين ببيت ربنا سبحانه وتعالى بين قبة المكاشف القبة دي الناس قاعد يزوروها وقاعد يطوفو بيها وقاعد تحصل فيها كمية من البلاء ونحن شهود عين نحن من تلك المناطق التي تعبت فيها هذه القباب وهذه الأضرحة وإلى الله المشتكى وغيرها من القصايد الفيها باطل وغلو في شخص الشيخ ودين هذه الطريقة يقوم على القصيد كما ذكرنا والمنامات يقوم على القصيد وعلى المنامات وعلى الكرامات ويعني كذلك ضلالات هذه الطريقة كثيرة جدا فيها ضلالات في باب العقيدة وفيها ضلالات في باب العبادة وفي باب الأذكار وهذه الطريقة نشرت الكثير جدا من الأذكار المبتدعة يعني أذكار نشر الشيخ وكذلك الحوليات ومثل الرجبية والإسراء والمعراج هذا كل ما عنده علاقة حتى من باب البدعة ما عنده علاقة بالشيكينيبة ربنا قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأغصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأغصى السلوجين بدعة بدعة سائب العقل العقل علاقة الإسراء والمعراج الإسراء علاقة تشنو بالشيكينيبة هل كان الإسراء من الشيكينيبة لا كان الإسراء إلى الشيكينيبة لا طيب ما هي العلاقة وما هي العلاقة التي تربط الناس بهذه القباب وهذه الأضرحة في أيام الأعياد والمناسبات الدينية لا أريد أن أطيل وكذلك هذه الطريقة من أخطر ما تنشره هو الإعلاج باسم الدين وباسم الشعوزة والدجل سيكون لنا إن شاء الله تبارك وتعالى أجزاء أخرى في كشف أوراة هذه الطريقة من كتبهم هذا وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم تسليم كثير